اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في كل مكان مباراة ريال مديدوى برشلونة النارية كلاسكو الارض المباراة الان هدف مقابل هدف في الضقاء الثمانية والاربعون من عمر اللقاء وصيب لاعب برشلونة فرانكي ديونج بعد التدخل مع لاعب ريال مدريد فالفيردي وصيب في الكاحل واحتمالية غيابه حتى نهاية الموسم اثناء تدخل ديونج مع فالفيردي استضمت قدم ديونج بقدم فالفيردي الطبيب ثامر الشهراني متحدثا عن اصابة لاعب نادي برشلونة فرانكي ديونج يقول ديونج تعرض لنفس الاصابة التي اصيب بها ماضيا ثلاثة مرات الاولى غياب 126 يوما الثانية غياب 61 يوما وثالثة غياب 35 يوما لاعب مهم ومؤسر بالطبع في فريق برشلونة نتمنى له الشفاء العاجل حظ سيء جدا لبرشلونة كافرة الاصابات المتتالية تابعونا لمعرفة من سيفوز في هذه المباراة النارية موسيقى اشتركوا في القناة